اهلا بكم قادة العالم النهاردة مجتمعين علشان يحطوا حل لازمة المناخ في العالم وحطين قدامهم خريطة وضحة لمواجهة تحديات المناخ ومواجهة الصعاب التي يتعرض لها الكوكب والبشر خاصة الدول النمية التي تحتاج لدعم ومسندة كبيرة وتوفير نحو 100 مليار دولار لذلك وفاء الدول العظمى بتعهداتها السابقة في هذا الإطار الموقع الرسمي لقمة المناخ بيقول أنه لتحقيق أهدافنا المناخية نحتاج أن كل شركة وكل شركة مالية وكل بنك وشركة تأمين ومستثمر تاخد طريق إلى التغيير كمان تحتاج البلدان إلى إدارة التأثيرات المتزيدة لتغير المناخ على حياة مواطنيها وهم بحاجة إلى التمويل للقيام بذلك يتطلب أيضا حجم وسرعة التغييرات التي نحتاج إلى إجرائها جميع أشكال التمويل خريطة القمة بتقول أن التمويل العام لتطوير البنية التحتية ضرورة فنحن بحاجة إلى الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ وكذلك التمويل الخاص لتمويل التكنولوجيا والابتكار وللمساعدة طبعا في تحويل مليارات الأموال العامة إلى تريليونات من إجمالي الاستثمار في المناخ أما حول البلدان النمية ذكرت القمة أن البلدان النمية على وجه الخصوص بحاجة إلى الدعم ويجب على البلدان المتقدمة أن تفي بوعودها بتعبئة 100 مليار دولار كل عام لتمويل المناخ لدعم البلدان النمية ويجب أن يشمل ذلك بناء أسواق جديدة للتكيف والتخفيف وتحسين الكمية والنوعية والوصول إلى التمويل لدعم المجتمعات في جميع أنحاء العالم لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ المتغير نظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدر أنه تم تعبئة 79 مليار و600 مليون دولار من تمويل المناخ في عام 2019 وأننا عايزين أكبر عدد ممكن من البلدان يشاركوا في هذه المبادرة وعلشان كده قبل قمة النهاردة طلب الرئيس المعين للقمة ألوك شارما في من جوناثان ويلكتون وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ويوشين فلاستارت وزير الدولة الألماني بوزارة البيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية العمل معا لوضع خطة تسليم 100 مليار دولار للبلدان النمية ولتوضيح كيف ومتى ستفي البلدان المتقدمة بوعودها كمان خريطة القمة بتقول أنه يجب أن تتحلق الشركات بالشفافية بشأن المخاطر والفرص التي يفرضها تغير المناخ فتحتاج البنوك المركزية والهيئات التنظيمية إلى التأكد من أن أنظمتنا المالية التي يمكنها تحمل آثار تغير المناخ ودعم الانتقال إلى صافي الصفر كمان يتعين على البنوك وشركات التأمين والمستثمرين والشركات المالية الأخرى الالتزام بضمان توافق استثماراتهم وإقراضهم مع الشركات اللي بتحافظ على البيئة كمان تم الإعلان عن فريق العمل المعني بالفصول على تمويل المناخ وده استجابة لدعوات لتقديم دعم متماسك وفعال لجهود البلدان النامية لإزالة الكربون من اقتصاداتها وتكيف مع تغير المناخ وإنشاء مسارات نمو أخضر وذكرت القمة أن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات هو مسئوليتنا الرسمية وسيساعد القيام بذلك على تحقيق أهدافها ويظهر للجميع أن العالم ينتقل إلى اقتصاد مرن لفتة إلى أن تركيز المفاوضات ينصب على وضع اللمسات الأخيرة على القواعد اللازمة لتنفيذ اتفاقية باريس والتي تسمى كتاب قواعد باريس تشارت إلى أنه يجب علينا أن نعثر على حل لأسواق الكربون من خلال إنشاء نظام قوي لأرصدة الكربون التي تدعم الانتقال إلى صافي الصفر وحل قضايا الشفافية من خلال وضع نظام عالمي يشجع جميع الدول على الوفاء بالتزامتها والتوسط في اتفاق يقود طموح الفكومات على مدى السنوات القادمة للمساعدة في خفض درجة الفكارة للكوكب بقيمة واحد ونصف درجة ندعو حضراتكم طبعا لمتابعة فعليات القمة خلال اليوم من تلفزيون اليوم السابع لمعرفات المزيد من التفاصيل بشكر حضراتكم وإلى اللقاء